طيب هلأ في محاضرة المرة الفاتت توقفنا عند السلايد أتوقع 30 أو 35 تذكروا لما شرحنا كيف أنه السؤال يعطيك في البداية بس خليني أتأكد أنكم شايفين السلايد وسامعين صوتي قبل ما أبلش شكرا يا جود المرة الفاتت شرحنا عن الأريز وحكينا أنه كيف بدي أكتب برنامج بسيط يطلع لي أكبر إليمنت موجود في الأريز إذا بتذكروا هذا البرنامج بيدور لي في هاي الأريز وبيطلع لي أو بيرجع لي أكبر إليمنت موجود في هاي الأريز فكتبنا أنا وإياكم في البداية لإني بدور على الماكسيمم أو المينيمم values اللي مخزنة في الأريز في البداية لازم أعرف متغير من نفس نوع الأريز وبعطيه حكينا initial value من نفس elements تبعون الأريز في هاي الحالة أعطاه الـ element الأول اللي هو my list of zero حكينا أنه ممكن تعطيه أي element ثاني في الأريز على سبيل المثال هاي الأريز ممكن نكتبها بهاي الطريقة وإذا في ناس بيحب الشكل العامودي لها برضو ما في مشاكل يعني فبتبلش الـ index من zero لعدد elements minus one هون على سبيل المثال على فرض أنه فيها خمسة five elements فمن الصفر لأربع الـ indices لها هاي الأريز ففي البداية عملت initialization للماكس بقيمة أول أول element في الأريز اللي هو my list of zero وبلشت الـ for loop من الـ element اللي بعده أو الـ index اللي بعده لإني already قرأت الـ element اللي موجود عند الـ index zero لعند size لهاي الأريز وحكيت إذا كان هذا الـ my list of i إذا كان هذا الـ element اللي أنا بدي أقرأه ابتداء من الـ index 1 لعند الـ index 4 إذا كان هذا الـ element أكبر من الماكسيموم اللي أنا قرأتها قبل ما أدخل على الـ for loop اللي هي my list of zero بدك تغير لقيمة الماكس وتحط فيها my list of i على فرض هاي كانت فيها عشرة هاي كانت فيها أربعة هاي كانت فيها خمسة هاي كانت فيها 11 هاي كانت فيها 12 فشو رح يعمل رح في البداية يحط في ماكس قيمة عشرة هون حكينا منتعامل مع الـ index variables اللي هما الـ variables اللي موجودين داخل الـ arrays كأنهم أي regular variables عاديين بدون أي مشاكل طيب بعدين دخل على الـ loop حكينا وفسرنا ليش بلش من واحد لأنه قرأ الـ element zero فبيبلش من هون هل الأربعة بعمل initialization مرة واحدة للـ i بواحد وبيقارنها مع الخمسة هل الواحد أقل من الخمسة true بدخل if my list of i اللي هي my list of 1 اللي هي قيمتها أربعة هل الأربعة أكبر من الماكس اللي هي عشرة الجواب false فبالتالي ما رح ينفذ ما رح يغير على قيمة ماكس بيروح على next iteration next iteration بتوديني على action after each iteration بتزيد i بتقارن i مع الارay size هل الاثنين أكبر أو سري هل الاثنين أقل من الخمسة true ادخل على اللوب هل my list of 2 أكبر من ماكس هل الخمسة أكبر من 10 false رح يروح على element اللي بعده هل ال 11 أكبر من ماكس true بما إنه ال 11 أكبر من ماكس رح يدخل ينفذ هاي الجملة ورح يغير قيمة ماكس ويحط فيها كم رح يحط فيها 11 بعدين يروح على next iteration لل loop اللي هي آخر iteration اللي هي قيمة القيمة 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 قيمة 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 هل الأربعة أقل من الخمسة true بقارن المايلست في أربعة اللي هي 12 هل 12 أكبر من ماكس true معناته رح يغير في الماكس ويخزن فيها 12 فأنا بضمن مع نهاية الفورلوب هاي بيكون عندي أكبر element في هاي الأرية نفس الإشي لو أنت كتبت برنامج بيطلع لك المينموم بدل الماكس رح نحكي من بدل الماكس رح نحكي من وبدل ما نصير ندور على أكبر element في هاي الأرية بدنا نصير ندور على أصغر element في هاي الأرية على فرض هون من برضو عملت له initialization بميلست of zero وبلشت اللوب بس هون بدل أكبر بدك تصير تدور على الأصغر إذا كان الـ element أصغر من المينموم value اللي أنت عرفتها قبل اللوب بتغير قيمة المينموم لحد هون أتوقع الأمور سهلة وحكيت برضو ملاحظة إنه هاي بدل الميلست of zero الـ initial value للماكس أو المين ممكن تكون أي element عندك في هاي الأرية بس مش ممكن تحط initialization لقيمة مش موجودة في هاي الأرية والسبب إنه كالتالي مثلا لما كنت تبحث أنت عن المينموم element في الأرية على فرض إنك عملت initialization للمين في صفر هون حكيتها double min equal zero أوكي وكان هاي الأرية فيها مثلا العنصر الثالث في هاي الأرية كان minus five بدل five أوكي يعني عشرة عندي أربعة عندي ناقص خمسة داعش اتناش أوكي وضحت في هذا السيناريو برضو ما فيش عندي أي مشاكل ولكن افرض إنه كانوا كل عناصر الأرية خليني أرجح هاي بخمسة فعناصر الأرية مجددا هما عشرة أربعة خمسة داعش اتناش أوكي وإنت حكيت إني بدي أعمل initialization للمينموم بصفر حكيت double min equal zero قبل الفورلوب ودخلت على الفورلوب هلأ الفورلوب رح تقارن كل الإلمان سبعون الأرية بس في هاي الحالة لأنك عملت initialization لقيمة مش من الأرية بدأ أبلش هون من الصفر حتى أتأكد إنه يقارن مع الصفر أوكي بدك تقارن الصفر مع كل الإلمان سبعون الأرية رح تشوف إنه الصفر هي أصغر منهم كلهم بالتالي ما رح يغير قيمة المين ما رح يدخل على الف وبالتالي رح يرجع لك إنه المينموم صفر وهذا الكلام خطأ لأنه الأرية كلها اللي هي الاسمها مائلست ما فيها إلمان قيمته صفر أوكي برضو مثلا لو كنت مبلش مينموم أعملت initialization لمنموم صفر وكانت قيمة الإلمان الأول مينس 10 وانت ظليت مبلش العداد من واحد فبالتالي رح يبلش أول مقارنة مع المايلست أوف وان لاحظوا ما رح يقارن مع المايلست أوف زيرو فبالتالي فعليا أصغر إلمان عندي في الأرية قيمته ماينس 10 بس لإني أنا بلشت الفورلوب من مكان خطأ رجع لي صفر وفي عندي خطأين أول إشي الصفر مش إلمان في هاي الأرية الخطأ الثاني الصفر أصغر إلمان في هاي الأرية هو ماينس 10 يعني فبدك تدير بالك بين هاي النقطة طيب الآن بدي أسألكم سؤال على سبيل المثال أنا كان عندي الأرية اللي اسمها مايلست واللي حكيت لكم إنه فيها 5 كان فيها القيم كالتالي كان فيها مثلا 10 4 5 2 4 وانا كنت بدور على المينيمون على المينيمون فاليو هلأ شو قيمة المينيمون فاليو في هاي الأرية شو أصغر قيمة في هاي الأرية أصغر قيمة في هاي الأرية لهي 4 بس إذا بتلاحظوا إنه الأربعة مكررة عندي مرتين صح هلأ حتى يكون المثال اللي أشرح لكم فيه متوافق مع السلايد خليني أحطها 14 بدل 4 يعني لو إجيت أنت في هاي الأرية بتسأل عن الجواب رح يكون 14 طيب لو سألتك أنا سؤال حكيت لك شو هو الاندكس لأكبر المينيمون في هاي الأرية رجعلي أو احكيلي شو هو الاندكس للارجست المينيمون في هاي الأرية شو رح تعمل شو رح تحكيلي انسوا سي بلس بلس هلأ بالنسبة لل الارجست المينيمون في هاي الأرية في عندنا 2 elements الـ 14 متكرر مرتين وهو القيم الأكبر اللي موجودة في هاي الأرية فبالتالي الـ largest element في هاي الأرية موجود في 2 locations في هاي الأرية اللي هما الاندكس واحد والاندكس كم 4 طب في هاي الحالة بصير أنا بدي أسألك بدل ما أنت تسألني رح أحكي لك أنه بدك إياني أرجع الـ largest element اللي موجود عندي smallest index ولا اللي موجود عندي largest index يعني لاحظوا الـ 14 موجودة عن 2 indices اللي هما الـ 1 والـ 4 وإنت بتسألني بتحكيلي احكيلي شو هو أكبر element وشو الـ index إله فأنا اللي شفته من هاي الأرية لما اطلعت عليها شفت إنه أكبر عدد اللي هو 14 موجود عندي في 2 locations يعني 2 indices موجود عند الـ index 1 والـ index 4 فبدك أنت تكون سؤالك يكون أكثر دقة حتى أعطيك جواب دقيق وجواب صحيح فهون في السؤال كاتب لك إنه finding the smallest index of the largest element لما بحكي عن element بنحكي عن قيمة الـ element عن الـ value اللي مخزنة في هذا الـ location لما نحكي عن الـ index بنحكي عن ترتيبه داخل الـ array أو موقعه داخل الـ array فبالتالي بناءً على هذا السؤال بده يعني أرجع 14 كأكبر رقم وبده يعني أرجع الـ smallest index لهذا الـ occurrence اللي هو 1 فشو رح يسوي رح يسوي التالي عرفنا زي ما حكيت لكم double value max my list of 0 ممكن تحطها my list of أي index موجود داخل هاي الـ array بعدين حكيت integer اللي هو index of max وعطيته initial value 0 اكي بعدين في الـ for loop حكيت إذا كانت الـ my list of i لهذا الـ element اللي بدي أفحصه وبلشت من هون طبعاً من الواحد لأنه أصلاً أنا قرأت الـ my index of 0 وخزنتها في max بسأل نفسي هل الـ my index of i أكبر من الماكس إذا كان true في هاي الحالة رح يشتغل شغلتين كي رح ينفذ two statements إذا بتتذكروا المثال اللي قابلوه عمل إشي واحد اللي هو عدل على قيمة max داخل الـ if statement بس في هاي الحالة إذا كان الـ condition true رح يعمل two statements أول إشي رح يعدل على قيمة max رح يحكي لي إنه الماكس تساوي my list of i الـ action الثاني أو الـ statement الثاني اللي رح يعملها اللي هو يخزن قيمة الـ index لهذا الماكسيموم element فرح يحكي إنه الـ index of max تساوي i اللي هي الـ i اللي أنا لقيت عندها الماكسيموم element أو largest element طيب لحد هون في أي سؤال مين عنده ملاحظة ممكن يحكي لي إياها طيب أنا لو كتبت البرنامج بهاي الطريقة لو كتبت أكبر أو يساوي max بدي واحد من الطلاب يحكي لي هذا البرنامج شو رح يرجع قيمة max والإندكس of max بدي إياكم أنتوا تجاوبوا التغيير اللي عملته إنه هون بدل ما أحكي هل my list of i أكبر أو يساوي max لا بدي أحكي هل my list of i أكبر من أو يساوي max هي كانت أكبر من لوحدها أنا عملتها أكبر من أو يساوي فبدي إياكم أنا وإياكم نتبع البرنامج رح يجي يدخل رح يقرأ 10 في max يخزن في max قيمة 10 رح يبلش قراءة من الإندكس رقم 1 رح يحكي هل my list of 1 اللي هي 14 أكبر من أو تساوي max الجواب true بما أنه true رح يدخل ينفذ الif statement رح يغير قيمة max يحطها 14 ورح يحط أنه الإندكس إلها كم الآي قيمتها 1 طيب next iteration زدنا i 1 الواحد لسه أقل من size of array أو array size بدخل هل my list of two لأنه زدنا i بواحد اللي هي 5 أكبر من أو تساوي max false ما رح ينفذ أي إشي موجود هون داخل الif بيروح على next iteration بزيد i هل i صارت 3 هل الثلاث أقل من 5 تدخل على 4 loop هل my list of 3 اللي هي 2 أكبر من أو تساوي 14 الجواب false ما رح ينفذ الif statement next iteration i 4 هل my list of 4 أكبر من أو تساوي max الجواب true ال14 هي أكبر من أو تساوي ال14 فرح يدخل على الif statement ورح يغير قيمة max ل14 اللي هي نفس القيمة ورح يغير قيمة i من 1 لكم يحط فيها 4 فهذا التغيير البسيط اللي أنا حطيت بس ال equal operator شو عمل لي خلى للبرنامج يرجع largest element اللي إله largest index okay largest element اللي إله largest index يعني بدل ما يرجع لي 14 والإند إلها واحد لإني أنا بسأل عن smallest index of the largest element لا صار رجع لي 14 والإند إلها 4 فبدك تنتبه للسؤال إذا حكيت لك يرجع لي للسمولست index للارجست أو للسمولست element شو بدك تعمل للسمولست index بقارن ما بيستخدم أكبر من لوحدها أو أصغر من لوحدها في حالة المن إذا حكيت لك بدي يرجع لي للارجست index أوكي للارجست element أو للسمولست element بدك تحط greater than or equal or than or equal خليني أنا وإياكم نتبع البرنامج بدون assignment operator اللي أنا حطيتها يعني بدون greater than or equal خليها بس على greater than بس feedback لو سمحتوا أنكم موجودين معي واحد من الشباب أو الصبايا يعطيكم العافية طيب التغيير اللي عملته أو إني رجعت البرنامج لطبيعته الأصلية بدي أتبعوا الآن أنا وإياكم نمشي عليه أوكي هلأ البرنامج رح يشتغل كالتالي في عنا for loop بتبلش من i ورح يدخل على هاي for loop وهو وحاط في max قيمة 10 اللي هي my list of 0 وحاط في index of max 0 أوكي بدخل على for loop هل my list of 1 اللي هي 14 هل هي أكبر من 10 الجواب true رح يدخل على for loop رح يغير يحط في الماكس 14 بدل 10 رح يشيل العشرة اللي كانت موجودة في الماكس ورح يحط في الاندكس 1 أوكي لأن قيمة the i 1 رح يروح على next iteration هل الخمسة اللي هي my list of 2 هل my list of 2 اللي هي الخمسة أكبر من 14 false ما رح ينفذ ال if رح يروح على next iteration هل my list of 5 sorry هل my list of 3 greater than رح يروح على last iteration هل my list of 4 اللي هي 14 greater than 14 الجواب false برضو رح يعمل skip لهذا الكلام وبالتالي آخر قيمة رح تكون موجودة في i اللي هي 1 وفي الماكس 14 شفتوا التغيير البسيط اللي عملتوا على البرنامج أعطاني نتائج مختلفة خيريت تنتبهوا لهاي النقطة طيب هلأ أنا لو أعطيتك حكيت لك إنه بدي أعمل shift أو rotate للإليمنتز اللي موجودين في هاي الأرى بدي أعمل shift أو rotate هلأ بالمناسبة يعني بصير نكتبها بهذا الشكل الشكل العامودي وبصير برضو نكتبها بالشكل الأفقي يعني مش فرق كبير مش مشكلة بس إنك بدك تبلش ترقم من الاتجاه الصحيح من موضوع الـ indices بدك تنتبه إنه تبلش من الاتجاه الصح فهاي الأرى على فرض array of character فيها a b c d أوكي على فرض عندي هاي الأرى اللي size إلها أربعة وهي array of car يعني لو أجيت أعرفها رح أحكي زي هيك رح أحكي car اسمها مثلا بدي أسميها my list size إلها كم ممكن أترك وفاضي وممكن في الـ initialization هيك أكتب a بهذا الحكي أخذناه في محاضرة المرة السابقة هلأ الكمبيلر لوحده رح يعرف إنه size إلها four وممكن تكتب هون four برضو ما في مشكلة يعني طيب هلأ أنا شو بدي أعمل بدي أعمل shift لهاي الـ array إما left أو right طب كيف الـ shift لو أنا جيت بدي أعمل shift لـ array معينة شو يعني shift يعني بدي أحرك كل elements اللي موجودين في هاي الـ array باتجاه معين إما لليمين أو للشمال فخليني أشوف shift بالأول ورح نحرك ها باتجاه واحد ورح نشرح الـ rotate في نفس الاتجاه الاتجاه المعاكس رح يكون نفس الخطوات حكينا عندي array فيها four cars اللي هما A B C D وبيدي أعمل shift بأي اتجاه خلينا مثلا نعمل shift باتجاه اليمين يعني بدي أحرك الـ element اللي موجودين في هاي الـ array في هذا الاتجاه الاتجاه اليمين فشو اللي رح يصير عندي مين عنده فكرة إيش ممكن يصير لما أعمل shift للـ element باتجاه اليمين رح أحرك كل element وأنقله للموقع اللي على يمينه رح أحرك كل element وأنقله للموقع اللي على يمينه طب الـ D وين رح أروح فيها الـ D وين رح أروح فيها الـ D رح أحذف من الـ array إذا بعمل shift الـ D رح أحذف من الـ array شو ممكن يدخل مكان الـ A ممكن يدخل مكان الـ A القيمة اللي مخزنة في هذا الموقع اللي رح تكون من نسب الـ random value ما بعرف قيمتها فإذا عملت هون shift أنا ما بعرف كم رح يكون فيها ممكن ندخل فيها مثلا أي character معين هذا بالنسبة لموضوع الـ بالنسبة لموضوع الـ rotate خليني أعمل rotate لنفس الـ array اللي هي my list اللي فيها A, B, C, D هلأ الـ rotate شو بيحكي لك الـ rotate بيحكي لك التالي بدي أعمل rotate باتجاه اليمين مثلا أوكي بدي أعمل rotate باتجاه اليمين بهذا الاتجاه نفس الاتجاه حكينا إنه بدك تحرك كل element وتوديه على location اللي على يمينه أوكي طب بالنسبة لـ D D رح ترجع تدخل مكان الـ element اللي موجود على الاتجاه المعاكس لأنه rotate ما بيصير عندي حذف element من الـ array rotate بيخلي القيمة اللي تطلع من جهة معينة من الـ array تدخل من الجهة الأخرى بيصير عندي هون D A B C طب إذا بدي أعمل rotate lift بهذا الاتجاه هيك هاي rotate right خليني أعمل rotate lift شو رح يصير عندي في rotate lift في rotate lift بهذا الاتجاه رح أحرك كل element للـ element اللي على شمال والعكس يعني الـ B رح تجي مكان الـ A الـ C مكان الـ B الـ D مكان الـ C والـ A رح ترجع تدخل من مكان في مكان الـ D طب أنا لو إجيت أنفذ هذا الكلام إذا إجيت أنفذ هذا الكلام باستخدام الـ C بلس بلس شو رح أحكيله رح أحكيله ببساطة إنه الـ element اللي موجود مثلا خليني أشرح الـ rotate right الـ element اللي موجود في الـ index i وين رح يروح في الـ rotate right رح يروح على الـ element اللي موجود في الـ index i plus one هيك معناتها يعني لاحظوا الـ A موجود في الـ index zero وين راح 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 على الـ index واحد فبالتالي كل element موجود في location i أو عند الـ index i رح يروح على الـ index i plus one هذا في الـ right طب في lift lift رح يصير عند العكس كل element موجود في الـ index i على فرض انه هاي الـ i وين رح يروح رح يروح على الـ element اللي موجود بـ index أقل منه بمقدار واحد يعني الـ i رح يروح على الـ i minus one في حالة rotate lift خلينا نشوف هذا الكلام في خلينا نشوف هذا الكلام في الـ powerpoint بس خليني أسمع من منكم انه سامعيني شاكين السلايد ما بدي يصير فيه انقطاع وأرجع أعيد احنا قريدي متأخرين لا تمام كل دكتورة فاهمين في عندكم أسئلة على الموضوع في شيء مش واضح طيب خلينا نكمل بما أنه الأمور واضحة بالنسبة لكم هلأ في الـ rotate في الـ rotate لاحظوا شو عملتوا أنا مثلا خلينا نحكي في الـ rotate right أول اشي جيت على الـ a في أول location عند الـ index zero في الـ rotate right أنا عمالي بشرح في الـ rotate right هون وجيت على الـ array اللي موجود عند الـ index zero وحطيت في الـ element اللي موجود هون مثلا عندي الـ a حذفت الـ a وحطيت مكان هدين حذفت الـ a لاحظوا شو عملت سوري مش حذفت الـ a rotate هاي right طيب حذفت الـ a أنا فعليا حذفت الـ a وخزنت مكان هدين وبالنسبة للبي حذفت الـ a وخزنت مكان هالـ a وهكذا خليني أشرح هون على الكود بتكون الأمور أوضح لكم بدي أعمل for loop بدي أعمل for loop هون هو على فكرة شارحها على rotate شكله lift على ما يبدو لأنه i-1 لو يجينا نفكر فيها بهاي الطريقة l-i هون l-i وهون l-i plus 1 هون l-i plus 2 وهكذا هو شو عامل عامل l-i minus 1 اللي هو هذا الموقع حاط فيه قيمة l-i يعني هيك عامل عامل rotate lift عامل rotate lift طيب أول أشي في rotate lift شو رح نعمل رح نجيب قيمة b ونكتب ها مكان l-a صح رح نحذف l-a sorry ونحط مكان b رح نحذف l-a ونحط مكان b كان في عني هون a حذفتها وحطيت مكان b صح طيب رحت على الموقع اللي بعد وحذفت l-b وحطيت مكان c هون حذفت c وحطيت مكان d a طيب هون بدي أحط l-a طيب وين رح قيمة l-a بدي أحط l-a في آخر موقع طيب وين رح قيمة l-a إذا بتذكروا وحذفت ها في البداية وحطيت مكان ها ال-b فالآن أنا قيمة l-a مش موجودة عندي بدي عيد في البداية كان عندي شكل ال-r-e بهذا الشكل أو l-list شو عملت حذفت l-a وحطيت مكان ها l-b الآن أنا قيمة l-a فقدت ها مش موجودة عندي طيب من هون جبت l-b قرأت من الموقع اللي بجنبه بعدين next step حذفت l-b وجبت l-a نسخة من l-c وحطيت ها جواها l-step اللي بعد حذفت l-c وجبت نسخة من l-d حطيت ها جواها طب ال-hand هون في هاي المنطقة بدي أحط l-a أنا الآن ما عندي نسخة من l-a لإني حذفت ها في البداية فحتى أحل هاي المشكلة قبل ما أبلش بعمل نسخة احتياطية أو temporary variable من نفس نوع l-r-e بسميه مثلا camp نوع of zero بتتذكروا عشان لأنه إذا بدي أعمل rotate lift رح أفقد أول element رح أفقد قيمة أول element فبالتالي لما أجي بدي أحط أول element في آخر موقع رح أدور علي قيمته مش مخزنة عندي فأنا عشان أحل هاي المشكلة أو عشان إنه أصلا ما أصل لها المرحلة بخزن قيمة أول element في هاي المي list الأرية اللي اسمها مي list اللي هو المي list of zero بحطه في temporary variable اسمه temp ببلش عملية shift اللي هو شرحه هون shift فبحكي إنه بدي أبلش من أول element ليش بدي أبلش من أول element ليش بدي أحط قيمة i بواحد خلي أني فرض أني بدي أحط قيمة i في صفر بدي أبلش i من صفر افترضه أني أنا بدي أبلش i العداد من صفر فأول إيش بدي أحكي له أنه element في index صفر شو تحط اللي فيه حط اللي قيمة element الموجود بعده أو إنه بطريقة أخرى هو ممكن نحلها على فكرة نبلش في الصفر بس هو بالطريقة اللي كاتبها في السلايد مش ممكن نبلش في الصفر لأنه في السلايد شو حاكي جو الفورلوب حاكي my list of i minus one يعني هذا اللوكيشن اللي قبلي أي location قبلي أعطيه قيمتي لأنه بعمل shift بهذا الاتجاه فأي location قبلي أعطيه القيمة اللي موجودة في داخلي ف my list of i minus one تساوي my list of i بحرك element بهذا الاتجاه my list of i minus one تساوي my list of i القيمة الجديدة في هذا الموقع تساوي القيمة القديمة في الموقع اللي قبليها أوكي فبالتالي إذا حطيت هون صفر شو رح يصير عندك صفر minus one رح يطلع عندك my list of minus one which is not true أوكي which is not true هلأ ممكن كيف أحلها إذا بدي أبلش من الصفر على فرض إن طلبتك تبلش الآية من الصفر كيف بدك تحلها ممكن إنك تحكي my list of i تساوي my list of i plus one رح يطلع عندي مشكلة في هاي الحالة بدك تغير على قيمة الآية هون بدك تحط ها أو سوري بدك تغير هون مش الarray size الarray size minus one هاي كلها رح تحط هون لأنه إذا إنت آخر قيمة على فرض حجم l-ray 5 آخر قيمة لل-i رح تكون 4 ف4 إذا بتضيف لها 1 رح تصير عندك 5 وهي برة range تبع ال-indices المفروض ال-indices تكون عندك من 0 ل-4 فبدك تنتبه لهاي النقطة المحصلة من وين تبلش ال-i وإيش آخر قيمة رح تكون لل-i بحيث إنك تحافظ دائما في كل ال-iterations تكون قيمة l-indices من 0 لحجم l-ray ناقص 1 طيب هاي الفور لوب شو عملت لي بالزبط هاي الفور لوب حركت لكل elements خطوة واحدة للشمال آخر لوكيشن فاضي بعد ما حطيت فيه اشي تتذكروا آخر لوكيشن اللي حكينا عنه قبل شوي حكينا إنه آخر لوكيشن هاي الفور لوب شو اللي عملته بالزبط حركت لل element بهذا الاتجاه فحطت هون ب بلشت إذا كانت ال-A هون خلينا نرجع على الفور لوب A B C D أول اتريشن عملت الماي الماي list of zero اللي هي واحد ناقص واحد صفر شو هي الماي list of zero A حطت لي في هذا الموقع شو حطت فيه حطت فيه قيمة الماي list of I اللي هي واحد يعني حطت هون B في اول اتريشن طيب الاتريشن اللي بعدها صارت قيمة I 2 شو عملت حطت في الماي list of واحد اللي هي 2 minus 1 هون شو حطت فيه شو كتبت فيه كتبت فيه الماي list of I اللي هي ماي list of كم ماي list of two حطت هون C الاتريشن اللي بعدها صارت قيمة I 3 شو حطت في الماي list of 2 هاي الماي list of 2 شو حطت فيها قيمة الماي list of 3 اللي هي D طيب وصلنا هون الان next iteration آخر iteration شو بدي أحط فيه آخر element حكينا حكينا بدي أحط فيها أدخل فيها A خير أنا ال A وين هفط على A خزنت ها في temporary variables سميت و temp حطيت في A اللي هي my tempo 0 هلأ لحد هون مفروض تنتهي اللوب بعد اللوب بدي أحط my list للarray size minus 1 اللي هي my list of 3 اللي هو آخر element my list of 3 لأنه هاي الاري كان حجمها 4 ف my list of 4 minus 1 اللي هي my list of 3 اللي هو هذا الميموري location أو هذا element شو بدي أحط فيه بدي أحط فيه قيمة temp اللي هي A هذا shift أو rotate للlift إذا طلبت منك أنت كواجب تعمل rotate للright شو بدك تسوي شو التغييرات المفروض تعملها بدي أسمع منكم إذا طلبت منك تكتب برنامج يعمل لي rotate للright يعني بدي بهذا الاتجاه يحرك لي الاري يعني A B C D يعني هذا الاليمنت رح يروح على اللي بعده هذا الاليمنت رح يروح على اللي بعده وهذا يعني الاليمنت اللي بدي أخزنه في هاي الحالة وبدي أحتفظ فيه اللي هو D هال المرة مش الآن يعني التم رح تكون my list لا array size sorry array size 1 1 3 أنتو يعني اكتبوها my list of array size بدي أبلش من هون في البداية بدي أبلش من عند الميموري أو الاليمنت اللي الاندكس له 1 رح أبلش من هون رح أحكي أنه my list of i يعني بدل i minus 1 رح أحكي أنه my list of i شو تساوي تساوي my list of i شو بتساوي رح أبلش من هون شو رح أحكي أنه my list of i تساوي my list of i minus 1 يعني بدل هون رح تصير minus 1 أوكي حي في حالة rotate right وفي النهاية بحكي my list of which element my list of zero معي أنت هو لأ my list of zero شو رح تساوي رح تساوي temp اللي خزنت في my list of three آخر يلي من في هاي ال array ياريت لو تعملوها لواحدكم هاي ياريت لو تعملوها تعيدوها لواحدكم أنا شرحت لكم rotate left rotate right حكينا ننتبه لموضوعين موضوع أنه لمين بدي أنقل ال values للlift ولا للright ومن وين بدي أبلش خلينا نتعرف على four each loops هلا أحيانا بيكون عندي الرأة أنا مش عارف حجمها بيكون عندي الرأة زي هاي الحالة مثلا في declaration و initialization عملت my list فيها three elements اللي هما بهذا الشكل اللي هما صفر واحد ونص واحد سوري 2.1 طيب هلا بما أنه أنا ما حطيت هون size لل array هو رح يعد عدد elements أو values اللي أنت رح تعطي إياهم ورح يعتبر أنه هذا هو size لهذه array فأحي فأحيانا فأحيانا زي ما حكت لكم بيكون عندي أنا مش حافظ أو مش عارف شو هو size لهاي ال array فأعمل for loop بدي أعمل for loop تمر على كل elements اللي موجودين في هاي ال array وتعمل عليهم manipulation معينة بس أنا مش عارف شو size فشو بستخدم بستخدم إشي بسميه for each loop يعني مر اللي على كل element في هاي ال array وإقرأه وخزنه فيه متغير واشتغل علي يعني for بعرف متغير من نفس نوع ال array ال array لأنها double عرفت double e double x double y الاسم اللي بدك اياه بحط column وبحط my list الاسم ال array لوحد ولاحظوا بدون بدون أقواس هلا في كل iteration في هاي اللون كل مرة رح يمر على متغير معين يعني أول اشي أول iteration رح يقرأ double e my list رح يقرأ ال value اللي موجودة عند ال index zero فلما تحكي له c out لل end line رح يطبع قيمة أول element next iteration هو لحاله رح ينتقل عند ال element اللي بعده فلما حكيت له double e column my list رح يقرأ ال element اللي موجود عند ال index x1 ويطبعه هون باستخدام جونة c out وال iteration رقم 3 لما تحكي له double e رح يكون يحكي عن element الثالث وهكذا يعني ما في اشي صعب بس أحيانا بتكون بدك تعمل for loop بتمر على elements 70 الر وانت بالضبط مش متأكد شو size لهاي الر فانت عشان ما توجع راسك في أول مثال سامعيني في عندكم أسئلة على الجزء اللي شرحته طلاب في عندكم أي أسئلة على الجزء اللي نشرح إلى الآن لا دكتورة طيب خلينا نأخذ أول مثال على موضوع الرئيس وكيف إننا بنستخدم الرئيس في حل المشاكل أو في البرمجة باستخدام لغة c plus plus هلأ بدي بدي ياك تتخيل إنه أنت موجود كفروندسك في 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 سينما معينة أوكي في سينما معينة وحكيت لك إنه في لهذا الفيلم انبعت عندي 99 تيكتس إنه لهذا الموفي اللي أنت موجود كفروندسك على الباب في السينما حكيت لك إنه لهذا الموفي اللي رح يبلج كمان عشر دقائق انبعت عندي 99 تيكتس اللي هما أرقامهم من واحد لتسعة وتسعين معينته أرقامهم من واحد لتسعة وتسعين وطلبت منك إنك مع نهاية الموفي أو إنه في أي فترة مثلا أثناء الموفي رح أجي أسألك أحكي لك إنه الكل موجود إنه كل اللي اشتروا التيكتس إجوا ولا لا فشو رح تعمل شو عندك اقتراحات تعملها أنا سلمتك في البداية خلينا نفترض أنه كمان يعني عندك كونفرنس أو معرض أو شيء معين سلمتك إنت حطيتك front desk وحكيت لك إنت هون معك 99 تيكتس أرقامهم من واحد لحت 99 كل ما يجي عليك شخص اشترى تيكتس معينة رح يبين لك رقمها وإنت تعطي تسلم هاي الكارد الخاصة فيه وتحط اللي بجنب اسمه مثلا في عندك قائمة فيها الأسماء فيها النام أو العامود والعامود الثاني إنه إجي أو ما إجي هذا الشخص فإنت كل شخص يجي عندك بتدور على اسمه في هاي القائمة تقرأ اسمه أو بطل تتعامل مع الأسماء تتعامل مع الأرقام من واحد لتسعة وتسعين أرقام التيكتس فإذا إجي مثلا الشخص اللي معاه التيكتس رقم خمسين بتدور على الخمسين وبتحط بجنبه أنه إجي هذا الشخص أوكي طيب واضحة الفكرة شو المطلوب منك شو المطلوب اللي تشتغله طيب على فرض أنا إجيتك وسألتك كم عدد الأشخاص اللي إجوا هل ينفع إنه كيف بدك تحكي لكم عدد اللي إجوا كيف بدك تحكي لكم عدد الأشخاص اللي إجوا على الكم فيرنس أو اللي إجوا على الفيلم شو بدك تعمل من اللسطة اللي موجودة معك شو بدك تسوي شباب عطيتك فيها اسماء او ارقام من واحد لتسعة وتسعين اوكي ارقام التكتس وبجنب كل رقم في موجود عندك تشيك بوكس بدك اذا اجع الشخص اللي حامل هاي التكت بدك تحط في جنبه تك انه هذا الشخص اجع اوكي اذا اجيت عليك انا في اي فترة خلال الموفي او بعد الموفي وحكيت لك كم شخص اجع حضر الموفي شو رح تحكيلي او كيف رح تعرف رح تمسك اللي معك ورح تطلع على عدد التكس الموجودين فيها صح رح تشوف كم في عندي صح معناته انه هذول الاشخاص حضروا اوكي بمعنى انه كل هاي التكتس ار كفرد اجو الاشخاص اللي اشتروهم كيف بدنا نكتب هذا البرنامج انا وياك بدنا نعرف لست لانه في عندي تكتس ارقامهم من واحد لتسعة وتسعين فبالتالي بدي اعرف الري حجمها السايدز الى تسعة وتسعين اللي هو عدد التكتس شو نوع الاليمنتز في هاي الاري انتجرز شو رأيكم انتجرز ولا لا ما رح يزبط يكونوا الاليمنتز تبعون الاري انتجرز هلا ارقام التكتس صحيح هي من واحد لتسعة وتسعين وبالتالي عندي تسعة وتسعين بس قيم دول الاليمنتز الفاليو اللي مخزنة داخلهم هي اما صح او خطأ يعني صح انه هاي الشخص اللي معه او الشخص اللي اشترى هاي التكت ايجا واكس معناته انه الشخص اللي اشترى هاي التكت ما ايجا فبالتالي شو قيمة الاليمنتز تبعون الاري التسعة وتسعين ايلمنتز شو قيمهم شو قيم يا شباب ويا صبايا القيم الترو او فولس لانه الاليو اللي ممكن حالة كل تكت اما تكون انه صاحب التكت ايجا او صاحب التكت ما ايجا فبالتالي الاليو اللي مخزنة في هذا الاليمنتز اما تكون true او false اوكي وضحة الفكرة طيب عشان هيك انا بدي اعرف الاري خليني اسميها is covered لانها بتحكيلي مين التكت اللي اللي تغطت او ايجوا صحابها ومين التكت اللي ما ايجوا صحابها فسميت هاي الاري is covered وفيها تسعة وتسعين elements معناته الانديسيز اللي بيبلشوا من صفر لا ثمانية وتسعين اوكي وبدي اعطيها initial value كم بدي اعطيها initial value true او false مين ممكن يحكيلي شو الانيشيال values اللي لازم نعطيها للاري في هاي الحالة في البداية بيكون الكل ايجا ولا بعده ما ايجا قبل ما يبلش المعرض او قبل ما يبلش الموفي في البداية بحط الانيشيال values لالالاليمنتز تابعون هاي الاري كلهم false لانه بعده ما وصل عندي ولا ما وصلت عندي ولا تكت الفرن ديسك طيب انا نعم بس ممكن اطلع عشان علي اندي حال اوكي ما في مشكلة هلأ لما كل ما يجي عندي شخص معين بمسك التكت تبعت وبقرأ الرقم مثلا رقم 30 بروح ادور على التكت رقمها 30 او الاندكس لها 29 في هاي الحالة وبحط بجمعها truth فضل اطلع كمان عندي انتحان دف ما في مشكلة بالتوفيق الله معكم شباب اللي عنده امتحان يطلع بدون ما يعني يقاطع المحاضرة حتى اه انكمل اوكي بس اللي عنده امتحان اللي ما عنده امتحان فرصة انه ما عنده اشي يركز في المحاضرة انها المادة مش سهلة صعب انك تفهمها لوحدك كنت بحكي انه اذا اجت عندي التكت اللي رقمها 30 انا التكتس مرقمين من واحد لتسعة وتسعين اذا اجت عندي التكت اللي رقمها 30 معناته شو الاندكس لها في الاري انا الاندكس عندي بيبلشوا من صفر لثمانية وتسعين والتكتس ارقامهم من واحد لتسعة وتسعين فبالتالي اذا اجت التكت اللي رقمها 30 معناته بده اروح اغير على الاليمنت اللي الاندكس له تسعة وعشرين احط فيه جنبه true رحضو وانحط اللي true يعني هون مفترض انه اول واحد اجا هو الشخص اللي اشترى التكت اللي رقمها واحد اجتني التكت رقم واحد بروح اغير على الاندكس اللي رقمه صفر واحط فيه true بعدين اجتني التكت اللي رقمها اثنين بروح اغير على الاندكس واحد واحط true اجتني التكت رقم ثلاث على فرض انهم اجوا بالترتيب اجتني التكت رقم ثلاث بروح اغير على الاليمنت اللي الاندكس له بحطه بجنبه true بعدين إجتني ticket رقم 99 بالأخير فبغير على element اللي الاندكس إله 98 وبحط فيه true هاي مبدأ عمل البرنامج حكيلك if number i appears ticket i معناته بدي أحط بالarray i-1 الاندكس أحطها للترو طيب خلينا نشوف البرنامج أنا وإياكم عرفنا boolean الرay اسمها discover فيها 99 elements وعرفنا الانتجر number اللي بده يقرأ لي القيم من الفايل شو المقصود القيم من الفايل إنه كل ما يصل كل ما يصل عندي كل ما يصل عندي شخص بيحمل بطاقة بيحمل ticket وبده يحكي لي مثلا الرقم 20 بدي أتأكد إنه رح يعطيني رقم من الواحد للتسعة وتسعين إذا أعطاني رقم من الواحد للتسعة وتسعين معناته التكت سبعة ومزبوطة إذا أعطاني أرقام خارج هذا الرينج معناته التكت صغير صحيحة فبالتالي أنا بحتاج أعرف انتجر يحكي لي شو هي التكت اللي وصلت شو رقم التكت اللي وصلت مثلا وصلتني تكت 53 وخمسين طب هاي مش انتجر كيف بدي أقرأها أنا بدي أعرف انتجر أحكي له يقرأ النمبر من اليوزر في البداية لازم نعمل الانيشيلايزيشن للأرية كلها بفولس لأنه بعده ما وصلت عندي ولا تكت من صفر لتسعة وتسعين لأنهم تسعة وتسعين إليمنت بعدين بدي أقرأ عدد أقرأ قيمة التكت اللي وصلت شو هي التكت اللي وصلت شو رقمها وبدي أحكي مدام أنه الرقم لا يساوي صفر مدام أنه الرقم لا يساوي صفر لأنه التكت عندي من واحد للتسعة وتسعين بدي أحكي له أنك تحط في النمبر اللي هو رقم التكت إذا وصلت التكت بدي أحط بالإندكس 34 بدي أحط فيه true بدي أحط في الأرية اسمها النمبر القيمة true وبحكي له دخلي باستنى تصني التكت اللي بعدها يعني إجاني شخص معه تكت مسكت التكت قرأت رقمها مثلا 35 معناته بدي أغير في الإندكس اللي رقمه 34 وأحط في جنبه true وأستنى لما يصني التكت اللي بعدها كيف أستنى تصني التكت اللي بعدها؟ باستخدم إنه أنا منتظر إدخال رقم جديد بظل هيك شغال ما دام النمبر لا يساوي صفر إذا أعطاني النمبر يساوي صفر معناته يعني invalid input معناته التكت رقمها مش صحيح وبطلع وصلت الفكرة وصلت الفكرة بهاي الطريقة هيك هو البرنامج بكل بساطة بظل أستنى في cn statement هلأ ممكن تعملها for loop هلأ في ناس رح يحكي لي إنه ليش ما أعمل for loop بعدد التكت ليش ما أحكي for loop هذا السؤال أنا بدي إياكم أنتوا تجاوبوني عليه بدي أعمل for loop من واحد لكم أو من صفر لتسعة وتسعين بدي أعمل for loop من صفر لتسعة وتسعين سوري وكل ما يجي واحد أدخلوا هذا الحكي بدي إياكم أنتوا تجاوبوا تفكروا شوي عليه وتجاوبوني شو رأيكم في ناس رح يحكي لي ليش عاملين إحنا while loop ليش ما نستخدم for loop لإني أنا عارف عدد التكت عدد التكت هو تسعة وتسعين تكت صح؟ هذا الكلام غير صحيح ليش؟ لأنه نعم إنت عندك تسعة وتسعين تكت إنت بعتهم ولكن أنت ما بتعرف مين رح يجيك من التسعة وتسعين تكت اللي أنت بعتهم هل رح يجي نصهم هل رح يجي كلهم هل رح يجي عشرة تكت بس فأنت ما بتعرف لما بتبيع التكت تبعت موفي معين أنت ما بتعرف بعض الأشخاص ممكن يصير عندهم ضرف معين وما يجوا على الموفي صح؟ فبالتالي أنت صعب تعمل for loop هاي الفور loop بتكون من الآي يساوي صفر لعند الآي أقل من تسعة وتسعين وتعمل cn statement مثلاً cn النمبر وبعدين بدي أعدل على is covered في النمبر بحكي is covered is covered للنمبر minus one بحط اللي فيها قيمة true هذا الحكي غير صحيح ليش؟ حكينا لأنه أنت نعم بيعت تسعة وتسعين تكت ولكن ما بتعرف شو عدد الناس اللي رح يجوا أوكي فبهاي الحالة برنامجك رح يضل شو رح يعمل؟ شو رح يعمل برنامجك؟ رح يضل المعلق مثلاً إذا إجت عندك أي عدد أقل من تسعة وتسعين تكت شو رح يصير؟ رح يضل برنامجك متوقف عندي cn statement هاي إذا إجي عندك أي عدد أقل من تسعة وتسعين هاي الفورلوب ما رح يطلع منها برنامجك للأبد لأنه رح يضل ستاك عند cn هاي ورح يفترض منك تدخل تسعة وتسعين رقم لهذا السبب إحنا استخدمنا وائل لوب شو الشرط اللي حطينا؟ حطينا وائل النمبر اللي إجاني لا يساوي صفر وائل النمبر لا يساوي صفر أوكي بدام رقم بطاقة صحيح ادخل على الفورلوب شو بدك تعمل؟ بدك أول إشي تدخل الرقم بس لاحظوا قبل الفورلوب عملنا cn statement صح؟ تذكروا cn للنمبر قبل الفورلوب عملنا cn statement هايها دخلنا النمبر لإنه ليش دخلنا؟ لإنه الشرط تبع الواي لوب باعتمد على النمبر فما رح ينفع إنك ما رح تحطه جوة الواي لوب قبل الواي لوب بتحكي cn number هذا أول نمبر أول ticket وصلت عندي طيب بدي أحكي ما دامت هاي التكت لا تساوي صفر بدي أغير بالأول بدي أغير على اللستة اللي موجودة عندي وأحكي إنه هاي التكت وصلت وبستنى إنه يدخل لي رقم آخر هاي ببساطة البرنامج أول إشي غيرت على الري وبعدين انتظرت دخول رقم جديد أوكي هلأ إذا بدي البرنامج ينتهي بدخله صفر إذا بدي البرنامج ينتهي إذا بدي هاي الواي اللي بيطلع منها بدخل قيمة النمبر صفر فرح يعرف إنه خلاص الآن ما عاد عندي tickets رح تدخل يبقى على فرق في نهاية الموبي أنا أجيت عليك أو في نص الموبي أوكي وبرضه بدي أفترض إنه مثلا مجرد ما بلش الموبي إحنا ما رح ندخل ناس يعني ما رح نشوف مين في تكت جديدة رح تيجي فأجيت أنا سألتك حكيت لك هل كل التكت تغطت أجيت سألتك هل كل التكت تغطت فشو رح تسوي رح تتفرج على هاي اللي معك اللي هي من صفر لتسعة صفر لثمانية وتسعين إنديسيز إلها وشو رح تدور رح تدور على فولس مجرد ما شفت فولس شو رح تحكيلي شو رح تحكيلي مجرد بتتمسك الليست بتطلع عليها بتدور على فولس مجرد ما شفت فولس رح تحكيلي لا إنه هاي التكت في بعضهم ما إجوا أصحابها في بعض هاي التكت مجرد ما شفت فولس هون بعرف إنه أصحابها ما إجوا كيف بدي أكتب برنامج يشيكلي أو يحكيلي إذا كانت كل التكت اضغطت أو إجوا أصحابها أو لا بعرف متغير من نوع بولين بسميه all covered بحط فيه true يعني في البداية بدي أفترض إنه كل التكت اضغطت أوكي كتورا نعم أطيك العافية والشي لو سمحت عندي امتحان عليش أطلع اتفضل وأنا كمان كتورا الله معكم بس يا شباب اللي عنده امتحان يريد يطلع ببدوء ما يقاطع لنا المحاضرة لإنه بدنا بقية الطلاب يركزوا في المحاضرة عشان حضروا الغياب أتندس بعثوا لي على الشات أوكي يعطيكم العافية وقود لك طيب خلينا نرجع نكمل هلأ السؤال إنه بدي بعد ما عبيت هاي الليست وحددت شو هما التكتس اللي تعبوا أو اللي كفرت بدي أسألك هل إنه كل التكتس تغطت أو إيجوا أصحابها فبدي منك تمسك الليست وتطلع عليها مجرد ما تشوف فولس رح تحكيلي لا فشو الحل الحل بعمل فورلوب بتمشي على كل الإلمنت الموجودين في هاي القرية بتبلش من صفر لتسعة وتسعين وبتحكيلي إذا كان هذا الإلمنت في هذا اللوكيشن i يعني is covered of i not is covered of i يعني هاي بترجعلي true هاي الستيتمنت بترجعلي true إذا كان الإلمنت في داخله false لأينا حكيت لك not is covered of i يعني إذا كانت is covered of i قيمتها true رح أعملها not رح تصير false إذا كانت false رح أعملها not رح تصير true فهاي الif ستيتمنت بيكون الشرط إلها صحيح إذا كانت is covered of i false شو رح يعمل إذا كانت false رح يحكيلي إنه all covered يساوي false all covered حكينا هي boolean variable أوكي بعطيني indication إذا كانت كل التيكت covered يعني كلهم إجوا true كلهم إجوا كانوا true فحطيت القيمة البكتائية إلها true أوكي طيب إذا في عنا واحد من elements هاي قيمته false أوكي أعمل الل all covered is false وأعمل break كمان ما تكمل أوكي أعمل break ليش بدي يعمل break لأنه مجرد مثلا في هاي الأرية مجرد ما شاف ticket وحدة كانت قيمتها false ما في داعي أروح أشيك على بقية elements وأشوف إنهم false أو لا لأنه مجرد ما كانت ticket وحدة قيمتها false معناته مش كل ticket اضغطت معناته all covered variable اللي رح تكون قيمته false أوكي طيب على فرض إنه كل ticket اضغطت كل values اللي موجودين عندي في هاي الأرية كانت قيمهم true وإنت كنت هون عام initialization false يعني مفترض إنه مش كل التي تغطت يعني كان عندك حتس مثلا كان الجو شيت وتوقعت إنه مش الكل يجي أوكي أنت توقعت إنه مش الكل يجي فحطيت ها false أوكي بس فعليا كلهم يجوا كلهم يجوا وحضروا الموفي فإنت لو بدك تعمل initialization false ورح تحكي is covered not is covered لل eye نحضو حطيت not is covered لل eye true هاي رح يدخل عليها إذا لقي أي false بإنه ما شاف ولا false واحدة عنده فهاي الجملة ما رح تتنفذ ولا مرة فبالتالي رح يطبع لي إنه قيمة ال all covered false وهذا الكلام غير صحيح شو اللي صار عملنا initialization للvariable اللي اسمه all covered اللي بعطيني indication هل كل التكتس إجوا أصحابها أولى عملت اللي initialization بfalse بس فعليا كانوا كل اللي اشتروا التكتس إجوا يعني 99 تكتس وإجوا عندي وحضروا الموفي فأنا عملت الفور لوب حكيت لكم إنه جزء الif هذا ما بدخل عليه إلا إذا كان الكوندشن هذا true ومتى بيكون true إذا كانت وحدة من الis covered للآي كانت قيمتها false بما إنهم الكل حضروا معناته ما في عندي ولا false بهاي اللست معناته ما رح يدخل على هاي الجملة بالمرة وما رح يغير قيمة all covered بس أجي أطبعها هون بدي أطبع الرزلط أنا بدي أحكيله هل كلهم إجوا أو لا فبدي أحكي if all covered إذا كانت true رح ينفذ الif إذا كانت false ما رح ينفذها بدي أحكيله if all covered يعني إذا كانت قيمة true إطبع لي the tickets covered all numbers else يعني إذا كانت قيمة all covered false رح يطبع لي إنه tickets don't cover all numbers طيب على الانيشيلايزيشن اللي أنا عملته وعلى الassumption إنه كانوا كلهم true بس إنت عامل initialization ب false رح يطبع لك شو رح يطبع لك الانيشيلايزيشن اللي هي false ورح يعطيك جواب خاطئ فعليا كلهم true معناته all tickets are covered بس لإنك إنت عملت initialization خاطئ طبع لك إياها false يعني حكالوا إنه لا مش كل التكتس اضغطت فإنت بتفترض في البداية إنه كلهم إجوا وبتدور على force حتى تنفيها أوكي بتدور على force حتى تنفيها هيك بتحل السؤال في ناس عنده أي ملاحظة أو أي شيء مش واضع على هذا السؤال كيف حلينا كيف في ناس عنده أي comment على هذا السؤال أي شيء ما فهمه طيب خلينا نروح على المثال الثاني خلينا نروح على المثال الثاني اللي هو deck of cards مين عمرو فيكو لعب شدة مين الشاطر في الشدة ونخلين نستعين بخبراته في ناس عنده أي ملاحظات على أو في ناس منكم شاطر بالشدة نستعين بخبراته دكتار أجنو الشدة الكاردز آه قصدت الورق 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 صحيح الورق طيب هلأ الورق كم مجموعة عندنا يا علي احنا احنا عندنا تقريبا ثلاث اربع اقصام وكل قسم ثتة عش ممتاز زي ما حكى علي زي ما حكى علي في الورق فيه عندنا اربع انواع وفي كل نوع من هاي الانواع فيه عندنا تيرتين كاردز اوكي ليش هما الانواع يا علي احنا انا قلت شو اللي عندنا اسمه الحاس والكلف اه انتو اه بسعونية لا بالكويت اه بالكويت معناته الانواع مش تلفة يا علي الشجر والقلب الاحمر والمثلث الاحمر والقلب الاسود اوكي معناته الانواع شوي مختلفة وخلينا كويس عشان نحكيها بالانجليز حتى الكل ما الكل اللي يكون عندنا في نفس البيج اوكي طيب بس ملاحظة سريعة قبل ما ابلش بالشدة بدي اعطيكم اياها على هذا السؤال اوكي انا اسف اني هيكا قطعت من نص المثال ورجعت للمثال اللي قبل بس خطرت في بالي هاي الملاحظة وحبيت اني اشاركها معكم قبل ما انساها هلأ على فرض هون انا ما عرفت باريبل برضو بعتذر اني قطعت المثال بعد ما سألنا علي يعني مستعنى بخبراته هلأ على فرض اني ما عرفت باريبل هون وحكيت له كل ما تشوف فولس حكيت له هون ما عرفت متغير سميته all covered ما بدي اعرف متغير بدي اول ما اشوف عندي فولس في اللستة اللي موجودة عندي انا عند الفرونت ديسك بدي اطبع له انه not all covered فانتوا رح تتخيلوا ان اللستة موجودة قدامك الان بهذا الشكل وفيها ال برضو اسفة على هاي في عنا true في عنا true في عنا false في عنا true في عنا false في عنا true في عنا false فانا بدي هون بدي اشوف اذا كان الاليمنت قيمته false بدي اطبع بدي اعمل see out no انه not covered هاي التغيير اللي انا بدي اشتغله وبيدي اشيل هاي الbreak فشو رح يصير رح يمر على كل الاليمنت واحد واحد ورح يقرأ اذا كانت قيمته false يعني not is covered اذا كانت is covered true رح يعملها negation ورح تصير false ما رح تتنفذ الif اذا كانت is covered false رح يعملها negation ورح تصير true رح تتنفذ الif اللي هي جملة cout في هاي الحالة فاذا شاف false رح يحكي not false true معناته اطبع cout not رح يطبع اول not عندي على الشاشة رح ينزل على الاليمنت اللي بعده لاني ما في عندي break وهاي الif موجودة داخل for loop والfor loop بتلف على كل الاليمنت رح انزل على الاليمنت اللي بعده لأت روما في مشكلة شاف false شو رح يرجع رح يطبع not صح بيظل ماشي بيلاقي false تاني رح يطبع not فبهاي الحالة رح يجاوبك على السؤال اكثر من مرة اللي هو بعدد مرات وجود الفولس عنده في الليست وهذا الكلام خطأ انا بدي يعطيني جواب واحد مجرد ما انه تيكت واحدة ما اجي صاحبها معناته مش كل التيكت ستغطت فبكفيني انه يشيك لعند اول false بلقاها بعد ما لقي false واحدة على الاقل بيصير يجاوبني ويحكي انه ما تغطوا كلهم فبالتالي انا حطيت هاي الى break بعد ما لقي اول false اذا ما حطيتها رح يكمل على الر كاملة وكل ما يشوف false رح يحكي لك not covered not covered not covered فهو ما الو داعي هذا الكلام بدي جاوبني مرة واحدة نرجع على برنامج او مثال deck of cards اللي هو الشدة او المجموعة اللي بعديها بنسميها hearts والمجموعة اللي بعديها diamonds المجموعة اللي بعديها clubs فيه عندنا اربع مجموعات احنا بالاردن هون بنحكي لها الديناري البستوني الكوبة ومش عارش ويهي الرابع لانه انا مش كثير انا وش شدة بصراحة ف اربع مجموعات في كل مجموعة عندي 13 element يعني من صفر لا 12 اول group بالتوتل عندي 52 كارت في ورق الشدة فعنا شو المطلوب مني المطلوب مني اني اكتب برنامج يعني بدك تكتب برنامج بشكل عشوائي يختار اربعة اربع اوراق من 52 ورقة تلعب مجددا برنامج بده يختار اربع اوراق بشكل عشوائي من 52 ورقة لعب فانا بدي ابرمج لعبة الورق بدي ابرمجها باستخدام C++ فشو رح اعمل ححكي التالي او خليني افكر انا وياكم شو ممكن نستخدم شو ممكن استخدم حتى اعرف لعبة الورق اللعبة فيها 52 كارد 52 ورقة فشو ممكن اشياء احنا تعلمناها ممكن نستفيد منها ممكن اني اعرف الدك اللي هي لعبة الورق على انها الري فيها 52 المت اوكي تعرفت كونستانت انتجر number of cards عدد الاوراق في هاي اللعبة اللي هو 52 ورقة بعدين عرفت الري اسمها دك نوعها انتجر حجمها ال number of cards اللي هو 52 وخمسين ممكن انك مباشرة تحكي له انتجر دك بين قوسين 52 ما في مشكلة اوكي وبرضو هاي الكونستانت لو ما حطيتها ما رح يكون البرنامج عليه مشاكل ولكن احنا بنفضل وبنعطي هاي ركومنديشن انك تحطها حتى لو ايجي اي شخص فيما بعد مسك البرنامج او الكود وحاول يغير على انه هاي يعني يفضل انك تحطها طيب منتاز الان انا عرفت الر هاي الر هاي الر فيها 52 element شو نوعها انتجر طيب بعدين شو رح اعمل من صفر الاندسيز ل51 طيب بعدين شو بدي اعمل اسم الر دك طيب بعدين انا الهدف من البرنامج اني اكتب البرنامج يختار لي اربع اوراق بشكل عشوائي من هذول الاوراق ال52 ورقة حكينا الخطوة اللي بعد اياه بدي اعمل انت بس تلعب اللعبة شو بتعمله تجيب الاوراق بتصفبطهم بيدك بعدين بتخربطهم بعدين تطلع منهم اربعة بشكل عشوائي هذ اللي احنا بدنا نبرمج اليوم انا وياكم اول الر حجمها 52 ورقة طب منتاز عملنا الCreation هلا بنحط Initial Value احنا حكينا انه ما بيصير نستخدم الر الا لما نحط لهم Initial Values فحطيت Initial Values انا لهذول الاليمنت اللي موجودين في الر اللي اسمها ديك بهاي الطريقة عملت فورلوب هاي الفورلوب عملتلكم اياها في محاضرة المرة السابقة باستخدام الكود بلوكس عملت فورلوب من صفر لا number of cards اللي هو من صفر ل52 فراح تمشي من صفر ل51 شو بتحط بالديك للآي بتحط في الدك of i قيمة i يعني الدك of 0 بتحط فيها صفر الدك of 1 بتحط فيها sorry 1 الدك of 2 بتحط فيها 2 الدك of 3 بتحط فيها 3 الدك of 51 بتحط فيها 51 فهيك انا عملت initialization لكل elements اللي موجودين في هاي الاري بنفس قيمة الاندك تبعهم الدك of 0 وهكذا زي ما شرحت لكم طيب عملنا initialization بعدين شو بدنا نعمل يعني انت صفطت الواق في ايدك الان شو بدك تعمل بدك تخربط وصح مش بتصير تعمل شفل للأوراق بتصير تخربط فيها وبتعيد ترتيبها فكيف ممكن اعمل شفل الان الاري شكل بهذا الشكل الدك of 4 قيمتها 4 الدك of 5 قيمتها 5 وهكذا الان بدي اخربط هاي القيم اللي مخزن هون الصفر الvalues اللي هي الصفر الواحد الاثنين هاي القيم بدي اخربطها يعني ممكن اني اخذ الصفر وابدله مع الخمسة يعني بيصير بالدك of 0 مخزن 5 وبالدك of 5 مخزن 0 بدي اخربط القيم مثلا بدي ابدل الدك of 3 اللي هي قيمتها 3 مع الدك of 51 اللي قيمتها 51 فهاي رح يصير فيها 51 هاي يصير فيها 3 بدي ابدلهم ما رح ينفع اني ابلش اللعب وهم مرتبين بهاي الطريقة يعني كل لاعب يكون عارف ترتيب الاوراق يعني هذا بيصير الكلام مش لعبة صفات يعني فبدي اخربط الاوراق كيف بدي اخربطهم كيف بدي اخربطهم هخليكم تفكروا في هذا السؤال قبل ما اشرح لكم نقطة ثانية متعلقة في الموضوع الكاردات اوكي هلأ انا لو مسكت 52 كارد اوكي اوه ترتيب الكارد ما بين الاوراق يعني على سبيل المثال خلينا نحكي هغا الـ 25 بدي مساعدتكم يا شباب لانه انا هاي اللعبة مش كثير بالعب ف25 على فرض اخذنا البطاقة اللي رقمها 25 فبدي اعرف هاي الـ 25 موجودة في اي مجموعة وداخل المجموعة هاي شو ترتيبها فكيف بدي اعرف مين عنده فكرة يساعدنا كيف بدنا نعرف اذا سألتكم انا حكيت لكم انه الاوراق من من صفر لـ 51 مرتبة لاربع مجموعات بهذا الشكل اربع مجموعات متساوية وسألتك انه الكارد اللي رقمها 52 وين رح تجي عندي في اي مجموعة شو رح تجاوبني اللي رقمها 25 المجموعة الاولى فيها 13 المجموعة الثانية فيها 13 اللي بعدها 13 فال52 مزبوط في الاخيرة انا بسأل عن الـ 25 على فكرة الـ 25 وين رح تيجي الثانية الهارت بالضبط كيف عرفت انت يا علي الاول مجموعة 13 بالضبط وهي تكون الثانية مجموعة رقمها 12 ممتاز اللي عمله علي باختصار اللي عمله علي مسك الـ 25 وعمل تقسيم 13 عمل الـ 25 قسمها على 13 هلأ الاعداد من صفر لـ 52 لما اقسم الـ 52 على 13 بتعطيني الاعداد في الرينج من صفر او من واحد خلينا نحكي لـ 52 بس اقسمها على 13 بتعطيني ثلاث احتمالات احنا بنحكي عن انتجر اذا اعطتني الصفر تعطيني واحد تعطيني اثنين تعطيني ثلاث يعني الاعداد من صفر لـ 12 او من واحد من صفر لـ 12 مزبوط من صفر لـ 12 لانه انا الان بحكي عن الريع فبالتالي اول 13 elements اللي هما الاندكس تبعهم من صفر لـ 12 اول 13 elements صح يعني لحد هون لحد 12 بنتهو عندي اول 13 elements في هاي اللعبة فبالتالي بطاقة اللي رقمها 25 وين موجودة جوابنا انها موجودة في المجموعة الثانية هو كالتالي اذا كانت مثلا ما عطينا الامثلة هون على الكارد على الكارد number 6 اوكي او هي البطاقة رقم 7 فعليا البطاقة رقم 7 شو عمل عمل 6 اللي هي 7 ناقص 1 حتى اتعامل مع الاندكس مش مع يعني حتى اتعامل مع الاعداد من صفر لـ 51 مش مع الاعداد من 1 الى 52 لانه احنا رتبناهم في قري فاذا سألتك عن الكارد رقم 7 رح تحكي لي 6 حتى تعرف في اي مجموعة 6 تقسيم 13 تعطيق صفر يعني هي موجودة في المجموعة الاولى اذا اعطاني صفر معناته البطاقة موجودة في المجموعة الاولى اللي هي مجموعة الاسبيتز اذا اعطاني واحد مثلا البطاقة رقم 48 هون خطأ فكرة هون خطأ سؤالية اذا سألتك عن البطاقة رقم 48 في اي مجموعة موجودة وشو ترتيبها داخل المجموعة شو بتحكي بتحكي 48 تقسيم 18 معناته هي موجودة في المجموعة الثالثة اللي هي دايمونز وترتيبها داخل المجموعة اللي هو 48 موديولاس 13 ترتيبها داخل المجموعة 9 فعلا اذا انتو فكرتوا في الموضوع رح يطلع معكم نفس الجواب يعني اذا حكينا عن البطاقة رقم 6 6 تقسيم صلى 18 هي موجودة في المجموعة 0 اللي هي الSpace وحتى اعرف ترتيب هاي البطاقة داخل المجموعة اللي هي فيها فاحكي 6 موديولاس 13 رح يطلع عندي جواب 6 وفعلا تعطيني البطاقة رقم 6 وصلت الفكرة في ناس عنده اي ملاحظات اذا اعطيته بطاقة معينة كيف بيرجع لمجموعتها وكيف بيرجع لي ترتيبها داخل المجموعة يعني البطاقات مثلا من صفر ل 12 موجودين في اي مجموعة من صفر ل 12 موجودين في المجموعة الاولى طيب من 12 من 13 ل 25 موجودين في اي مجموعة موجودين في المجموعة الثانية اللي هي الهارتس البطاقات من 26 ل ل 13 موجودين في المجموعة الديامونز ومن 39 ل 51 موجودين في مجموعة الكلبس يعني مجددا لما سألت عن البطاقة 25 فعليا أنا بسأل عن الاندكس رقم كم عن الاندكس رقم 24 لأنه حكينا إحنا البطاقات قيمها من 1 ل52 بس فعليا الاندكس من 0 ل51 فأنا بس أسأل عن البطاقة رقم 25 فعليا بسأل عن الاندكس اللي رقمه 24 فلو حكينا 24 تقسيم 13 رح تساوي كم تقسيم قسمة عادية رح تساوي 1 فبالتالي هي موجودة في مجموعة الهارتس البطاقة اللي رقمها 25 في أي اندكس بالضبط أو شو ترتيبها اللي هي 24 موديولس 3 شو تساوي هاي عنا 7 و4 تساوي عنا 11 فترتيبها 11 داخل هاي المجموعة وضحات ولا في ناس عنده أي استفسار عليها نرجع نعيدها هذا كله تفسير كيف أنا عملت برمجة اللعبة وشبكتها بالسي بلس بلس عرفت اللعبة على إنها الرية فيها 52 كارد وكيف إذا أعطيتك رقم بطاقة معينة كيف تعرف لي هاي البطاقة وين موجودة عندي في أي مجموعة وشو ترتيبها داخل المجموعة باستخدام الديفجن والموديولس طيب زي ما حكيت لك إذا بدك تعرف البطاقة وين موجودة بتحكي الكارد نمبر تقسيم 13 شو برجع لك برجع لك إما صفر إذا كانت في واحد بالهارتز اثنين بالديامونز وثلاثة بالكلبس وإنت تجربها فعلا خذ أي رقم عشوائي زي البطاقة اللي رقمها 25 وحاول أنت لوحدك تعرف وين موجودة يعني رح تلاقي أنه أنت عرفت بدون ما ترجع لهاي الريليشنز لأنك أنت عملتها ضمنيا طيب إذا بدي ترتيبها داخل هاي المجموعة شو بعمل بحكي الكارد موديولس 13 إيكوال اللي هو ترتيب البطاقة عندنا القص عندنا الاثنين عندنا لحق بنمشي بنوصل الولد بعدين البنت بعدين الشايب بالأخير الشايب اللي هي 13 بس شو الاندكس إلها الاندكس إلها 12 وصلت الفكرة وصلت الفكرة ولا في ناس عنده أي سؤال مجددا إذا أخذنا أي بطاقة ممكن إنك تعرف ترتيبها طب خلينا نبرمج هذا الحقيقة أو نكتب على شكل برنامج سي بلس بلس رح نحكي كونستنت انتجر اللي هو النمبر أوف كاردز 52 بطاقة عندي بعرف الاري اسمها دك وحجمها عدد البطاقات وبعرف تو أو بعرف المجموعات يعني بدي أحكي إنه في عندي أربع مجموعات اللي هما الاسبيتز الهارتز الدايمونز والكلبس فبحطهم في الاري زي ما أنتوا شايفين نوع هاي الاري سترينغ ليش؟ لأنه كل الاليمونت في هاي الاري هو عبارة عن سترينغ فعرفت الاري نفسها سترينغ ولاحظوا ما أعطيتها حجم ما أعطيتها حجم اسم الاري اسميتها suits suits يعني الجناح اللي موجودة فيها هاي البطاقة أو أوكي هاي بترجع لي المجموعة اللي موجودة فيها هاي البطاقة لأنه عندي أربع مجموعات أعطيت أربع initial values نوعها سترينغ لأنهم سترينغ الاري اللي بعدها اللي بدي أعرفها اللي بتحدد الرانك تبع هاي الكارد داخل المجموعة يعني شو ترتيب هاي البطاقة داخل المجموعة اللي موجودة فيها فبلاحظ التالي رح أعرفها سترينغ لأنه أسماء البطاقات في المجموعة ما بلش بالأس في عندنا ثلاث أربع خمسة ستة سبع ثمانية تسعة عشرة وبعد العشرة في عندي ولد وبعد الولد في عندي بنت وبعد البنت في عندي الشايب اللي هما الجاك والكوين والكينغ فأنا ما بصير أعرفها انتجر لأنه في عندي أسماء يعني زي البنت والولد والشايب هاي هي عبارة عن سترينغ فبالتالي أنا عرفت نوع الرانك اللي هو ترتيب البطاقة داخل مجموعتها كسترينغ سميتها رانك وأعطيتها هاي الانيشيال باليو لحد هون بتتوقع الأمور واضحة الآن بدي أعمل الانيشيالايزيشن للكارد بعد ما عملت الاري هاي الاري موجودة عندي فيها 52 موقع فارغ عملنا الانيشيالايزيشن بالطريقة العادية إنه عملت انيشيالايزيشن زي ما حكت لكم في السلايد اللي قبله بلاش أضل الأعيد بهاي الطريقة وهي الكود اللي بعمل انيشيالايزيشن وجربناه إحنا في محاضرة المرة السابقة على الكود بلوكس الآن موجودة عندي الاري بهذا الشكل وما رح ينفع إني أختار منها لإنه البطاقات يعني مكشوفين على الآخر فلازم أعمل شفل لازم أعمل شفل للبطاقات لازم أعمل شفل هاي عندي هون هاي المرحلة اللي أنا وصلت لها عملت الاري وعملت لها انيشيالايزيشن المرحلة اللي بعديها بدي أعمل شفل لكل الكاردز اللي موجودين عندي في هاي الاري لأنه الكاردز الآن ترتيبه مكشوف بالنسبة للبلاير فلازم أغير الترتيب شو رح أعمل هون بدي أعمل راندوم زي ما انتم شايفين حاكي لك راندوم شفل بدي أغير الترتيب اوكي بدي أغير الترتيب زي ما انتم شايفين هون غير ترتيب الأرقام داخل الاري اللي اسمها دك هذا الحكي ممكن انت تعمله بأكثر من طريقة يعني ما في طريقة ستاندرد انك تمشي عليها ممكن مثلا على سبيل المثال ناس يحكي لي استخدم الراند للإنيشاليزيشن يعني هون بدل ما أحكي الإنيشاليزيشن الدك أوف آي إيكوال آي زي ما انتم شايفين في السطر الأخير بدل ما أحكي الدك أوف آي هون إيكوال آي لا بحكي الدك أوف آي تساوي راند 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 موديونس مثلا آآ 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 تسعة وتسعين أوكي هلأ هذا الجواب في مشاكل هذا الجواب غير صحيح لأنه الراندوم نمبر انت ما بتضمن إنه آآ كل الأرقام اللي يعطيك إياها الثنين وخمسين رقم سوري الثنين وخمسين رقم يكونوا مختلفين مش تسعة وتسعين راند الاثنين وخمسين راند الاثنين وخمسين على فرض إنه في ناس بدو يمسح الآي هاي ويكتب إنه الدك أوف آي إيكوال راند الاثنين وخمسين حتى يطلع راندوم نمبرز وما يتغلب في مرحلة الانيشاليزيشن وبعد الانيشاليزيشن بدو يعمل شفل فأنا بحكي لك إنه هذا الجواب غير صحيح لإنه الراند فانكشن ممكن يكرر القيم اللي يعطيك إياها ممكن يعني يعطيك اثنين خمسة عشرة عشرين أربعين ثلاثين يرجع يعطيك اثنين مرة ثانية وهذا الكلام غير صحيح يعني رح تصير اللعبة خطأ لإنه في عندك بطاقتين مكررات وفي بطاقة ناقصة فالراند ما رح يزبط للي بفكر إنه يستخدم الراند هلأ بالنسبة لموضوع الشفل ممكن أعمل التالي ممكن أحكي إنه أختار أي موقعين عشوائيات داخل هاي القرية مثلا إنت عندك طلاب موجودين على عشر كراسي قاعدين طلاب وبدك تغير ترتيبهم فشو بتعمل بتختار طالبين بشكل عشوائي وبتحكي لهم بدلوا مواقعكم اللي بعدها بتختار كمان طالبين بشكل عشوائي وبتحكي لهم بدلوا مواقعكم أوكي يعني ممكن تعمل generate ل two random variables وتتعامل معهم على إنهم ال indices يعني بطلع عندك مثلا two random variables وبتحكي إنه رح أتعامل مع هذول two random variables على إنهم indices وبحكي لل element الموجود في ال random الأول أعمل ال switch مع ال element الموجود في ال random الثاني وهكذا أوكي هاي طريقة الطريقة الثانية اللي هو اللي عاملها عندنا في السلايد نستخدم طريقة تانية للشفل شو حاكي لك في البداية لإنه بدي أستخدم ال rand لازم أعمل srand time zero وعامل for loop على كل الكاردس اللي موجودين عندي في هاي الأرية على كل الإلمنت اللي موجودين في هاي الأرية وحاكي generate index يعني عامل integer index يساوي rand modulus number of cards نطلع index بشكل عشوائي أخذ مثلا إذا أعطانا هذا ال random variable بدي أفترض إنه أعطاني أربعة إذا أعطاني هذا ال random variable القيمة أربعة ماشي شو رح يعمل رح يروح على الميموري أو على الإلمنت اللي ال index له أربعة dick of four sorry dick of i رح يروح أسفل رح يروح على يبلش من أول إلمنت رح يخزن هذا الإلمنت اللي هو dick of zero في أول iteration رح يحطه فيه temporary variable اسمه تم بعدين شو رح يعمل رح يحكي إنه dick of i هذا الإلمنت بدي أحط فيه dick of index حكينا ال index كان أربعة فبيروح على dick of four اللي هي قيمتها أربعة وبأخذ كوبي منها بيحطها هون مكانة zero هاي طريقة next iteration بيروح على قيمة i واحد بعمل generate لrandom index زي ما أنتوا شايفين هذا الحكي بيكرره في كل iteration أفرض إنها أعطتني هاي المرة أعطاني مثلا خليني أحكي أعطاني 15 هون الخمسطعش على فرض إنها موجودة وقيمتها 15 هيك عملنا initialization في second iteration أعطاني قيمة ال index 15 فبيروح على memory location وعلى element اللي dick of i اللي هي dick of one هاي الone بيخزنها في temp بيخزنها في متغير اسمه تم يعني الآن تم قيمته واحد وشو بيعمل وبيعمل التالي يعمل dick of i اللي هي dick of one لأني أنا في second iteration تساوي dick of index اللي هي dick of 15 قيمتها 15 فباخد كوبي بخزنها هون وبعدين شو بعمل سوري أنا ما كملت قبل شوي بعدين بدي أحكي dick of index اللي هي dick of 15 يعني هون بدي أخزن فيها قيمة سوري الواحد next iteration قيمة i واحد سوري قيمة i two next iteration فبعمل random جديد على فرض قيمة طلعت 20 فبخزن وعلى فرض انه العشرين هايها موجودة هون عشرين عنا شو بعمل بعمل بخزن في temp قيمة dick of i اللي هي آآ 2 لأنه أنا في الiteration رقم 3 بخزن في temp قيمة 2 شو بعمل بخزن في dick of i اللي هي dick of 2 dick of 2 بخزن فيها dick of index الاندكس طلعت عندي 20 dick of index قيمتها 20 فبخزن في dick of 2 هون وبخزن في dick of index بمسح قيمتها وبخزن فيها القيمة اللي كانت موجودة عندي في dick of i اللي هي 2 يعني بعمل switch لهذول الموجودين في هاي الاري وهكذا لحد ما أمر على كل الموجودين في هاي الاري وبهاي الطريقة أنا ضمنت اني عملت شكل هلا بدي أعمل الآن إذا اخترت أول أربعة كارد من هاي اللعبة اللي بإيدي أنا بضمن انه معمول لهم shuffle بضمن انهم مخربطين يعني ممكن حتى أطلع لك أول أربعة كارد شو بعمل بعمل for loop من صفر لأربعة يعني رح تشتغل أربع مرات بحكي لك إنه deck of eye deck of eye اللي رح تبلش في صفر deck of صفر شو قيمت deck of صفر في هاي الحالة قيمتها لاحظه أربعة لأنه غيرناها تقسيم ثلاثة عشر هذا الحد اللي هون موجود برجع لي برجع لي المجموعة اللي موجودة فيها هاي الورقة برجع لي رقم المجموعة اللي موجودة فيها هاي الورقة إما صفر أو واحد أو واثنين هلأ إذا بحطه باستخدمه كإندكس في الأريل اسمها suits إذا باستخدم هذا الرقم كإندكس في الأريل اسمها suits شو برجع لي برجع لي لسترينج تبعت هاي المجموعة مجددا شو اللي عملته اللي عملته هو التالي حتى ما أطول عليكم هاي آخر شي رح أحكيه أخدت deck of eye اللي هي قيمة الورقة اللي عندي اللي خربطتهم بعد ما خربطت الأوراق أخدت قيمة deck of eye اللي هو deck of 0 الآن deck of 0 بطل فيها 0 لأنه عملت shuffle حكيت deck of 0 تقسيم 13 المفروض يرجع لي رقم المجموعة اللي هما من 0 1 2 3 هلأ هذا الرقم اللي يرجع عندي من هاي القسمة باستخدمه كإندكس في الأريل اسمها suits باستخدمه كإندكس إذا استخدمته كإندكس في هاي القرية اللي اسمها suits 0 1 2 3 رح يرجع لي واحدة من هذول الفور strings اللي موجودين في هاي القرية ورح يخزنها في suit لاحظوا القرية اسمها suits والstring هون variable اسمه suit يعني في أي جناح أو في أي مجموعة موجودة هاي الكارد طب الآن بدي أعرف ترتيب هاي الكارد داخل هاي السوط أوكي شو بعمل حكينا إذا بدك ترتيب الكارد بدك تستخدم deck of i يعني قيمة هاي الكارد الرقم المكتوب عليها وقيمتها modulus 13 بيرجع لك ترتيبها داخل المجموعة الآن رجع لي ترتيبها داخل المجموعة اللي هو من صفر لـ 12 المفروض الجواب يطلع معي هذا الرقم اللي رجعت لي إياه عملية الموديلس هون بستخدمه كإندكس في الأرية اللي اسمها ranks اللي فيها الانديسيز أي string من هذول string اللي موجودين ممكن يرجع لي الكوين على سبيل المثال هاي الكوين وين رح يخزنها رح يخزنها في الstring اللي اسمها rank رح يخزن فيها queen ورح يطبع لي إنه deck of i اللي هو deck of i قيمته لاحظوا رح يطبع لي قيمته على فرض إنه أربعة مثلا موجود في rank رقم كذا في السوت رقم كذا وضحت وتخلص المير أنا بعرف إنه السؤال شوي طويل بس يعني هو سؤال برنامج تعليمي وبصراحة أنا شايف إنه هذول المثالين جدا ممتازين للتعامل مع الأرئيس فأنا بدي أطلب منكم إنكم تدرسوهم جيدا وتراجعوهم إن شاء الله رح أكمل أنا وإياكم موضوع الأرئيس في محاضرة يوم السبت إن شاء الله رح ننهي الشابتر لإنه إحنا شرحنا الجزء الزخم من المادة اللي هو كيف إنك تتعامل مع الأرئيس لحد هون بتكون انتهت المحاضرة فإذا في ناس عنده أي سؤال حاب يسأل ويتفضل ويسأل وإذا ما في عندكم أسئلة بتكون محاضرة اليوم دكتورة بخصوص الانتعان شوان رح تكون آليتها يعني خديارة متعددة ولا نفس الواجب آليتها